كان ليه تجربة طبعاً مع منتخب الشباب السابق قبل كده وخد بطولة أفريقيا وصل كاس عالم قدم لعيبة على أعلى مستوى لكرة المصرية كابتر ربيه ياسين كان عامل معسكر وكان النادي الأهلي نصيب الأسد من عدد لعيبين اللي نضمه كان عندنا حوالي 13 لعيب من النادي الأهلي في منتخب مصر خلال الفترة اللي فاتت معانا دلوقتي على التليفون الكابتر ربيه ياسين مدير الفني لموليد 2001 إزاي كابتر ربيه أنا كابتر سامت بس حتك ألم إيه الحمد لله أنا تملك إن شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاية مع منتخب 2001 إن شاء الله كابتر شكراً حبيبي كل التوفيق اللي أبنك تهد ومشتغل وبنحاول والله المستعان إن شاء الله يتعال بإذن الله زي ما أنت معاودنا طبعاً معاود كل جماهير مصر إن الكابتر ربيه ياسين لما بتحط في مهمة لازم ينجح فيها كان ليك مهمة قبل كده طبعاً مع منتخب الشباب أول حاجة قدمت لعيبة مهمة للكرة المصرية ونجوم كبيرة للكرة المصرية وحصلت على بطولة أفريقيا ومنتخب مصر الشباب يروح كاس عالا قصة كابتر سامة هو المفروض لمنتخبات عشان توجد أجيال يا كابتر سامة يعني الأمدية لازم تعرف إن اللعيبة دي مش عشان دوري الدوري هذا موجود إنما اللي أصده إحنا بنعمل أجيال للقرة المصرية جيل كبير للنادي الآلي جيل لمنتخب مصر يتواصل مع الأجيال السابقة وهو ده النجاح يعني لما تأخذ منتخب وتعمل أجيال للفريق كبير الأول هو ده الصح لما تأخذ منتخب وتعمل أجيال للمنتخب الأول هو ده الصح لما تاخل المتخب وتعمل اجيال عشان تحترف برا كابتن اسامة هو ده الصح يعني انت بتبص المتخب مصر الاول كمان هي مش فاطرة شباب بس لا كابتن انت عند اخلي بالك الاجيال ده الالفين واحدة اللي عليت دور لقصوده ان 18 سنة ده منتظر خلاص فريق كبير يعني لازم السنة دي من اذن الله توفيه اللعبة دي تلعب فريق كبير يعني علىقل تتمرم تلفت الانظار تجي لعروض برا برا حياتك ده اللي اصود الاجيال عمل الاجيال هو الغرض من الدوري ايه كابتن اسامة الغرض من الدوري اه فريق كبير صح الاول الغرض من الدوري هو منتخب مصر الاول هو ده برا حياتك انما المداربين ما يتمسكوش بها اللعبة ده حقك كل حاجة فطبعا كابت اسامة دي مهمة بالسهل لانا بدأت فيها مع اسكر المطش المرة اللي فاتت عملنا عشر ايام برا نتبليات صحب عطور اشتغلنا كويس سوي انا بشتغل على جواني بطبعا فنية مهمة جدا الكابتن اسامة بحضر بها اللي عايب يعني وعملنا ماتش بيوم ودي كويس يعني الماتش نجع المعسكر نجع بفض الله واخد باعا فترات يا كابتن اسامة لان الوقت مهمة جدا وبرضو ماشي بناء مع انتقاء اه متعودين ان الكابتن ربيعسين دايما بيلف مصر كلها يعني هو بيقوم بدور الكشاف زي الكشافين بتوع زمان بينزل الصعيد وبروح للكورة وبروح في كل حت نزلت الصعيد وقال لست يا كابتن ربيع اه لا اول حاجة نزلت الصعيد نزلت الصعيد نروحنا المينيا اه في شهر تسعة شوفنا تسعة محافظات جمعناهم في المينيا يا كابتن اسامة بات الوقت تخلي بالك في البناء الوقت اللعب بص يا كابتن اسامة انت دلوقتي بتختار بتنطاقي وبعان تشوف وبعان تبني فانا قال له صدو ان انا عشان الوقت متأخر بالنسبالي يخلي بالك احنا في شهر عشرة اول مباراة رسمية امتى ان شاء الله اول مباراة رسمية في شهر خمسة اه الفين وعشرين الفين وعشرين خلي بالك انا بادرع الوقت الوقت الصافي متاعي انا طلع امتحانات طلع اثنين رمضان طلع اثنين عيد طلع عجازات طلع اخر السنة لا وبتعمل المباراة الدولية كمان عشان الاحتكاك الدولي واللعيب عنده خبرة كمان محتاج عدد كافي من المباراة فانا الاسبوع اللي فات مع المعسكرة شفت مع البناء كان عندي ستة وتلاتين لعيب اساسي وفي نفسها شفت تسعين لعيب على تلات مئة ايام جمعة اثنين ان شاء الله عدد كبير طب طمنا بقى على ناشيين الاهل موليدة الفين وواح لا فين الاهل طبعا فرقة كويسة جدا وفرقة محترمة جدا وولاد كويسين وجيل كويس جدا ان شاء الله عبارة رائع بإذن الله تعالى وهم طبعا طول عمر نادي الاهل نادي الوطنية نادي المنتخبات بيدعم المنتخبات بوافضل المنتخبات نادي المبادئ نادي الاحترام نادي الالتزام والتركيز فهو جيل محترم جدا جدا ان شاء الله يبقى اضافة قوية جال قبل كده وحققه احسن ما يكون بإذن الله تعالى وهم طبعا مصدرين دوري وهم المرشحين بالقوة بأمر الله تعالى السلامة ان هما يكونوا أبطال دوري الفين وواحد ان شاء الله ان شاء الله كابتن ربيع السين مدير الفني المنتخب مصر الفين وواحد نتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفترة اللي جاية وكل الجهاز المعاون مع حضرتك